السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد معاكم هند من اسطنبول اليوم ان شاء الله سنتكلموا على برج غالطة واحد من ابرز المعالم السياحية باسطنبول و سننخذكم المقهى الشهير لقدام البرج اللي يدير تشيزكيك سان سيباستيان الغني على التعريف و سيركبوا ان شاء الله في واحد من اقدم المترو باسطنبول و ثاني اقدم مترو بالعالم خليكم معايا في فيديو باشعرفوا التفاصيل فعلى بركة الله سنبدو من جسر غالطة المعروف اللي ياخدكم على ايمينونو انا غادي نطلعو دبا على الجهة ديال الاستقلال وتقسيم كيف كتشوفو كتقطعو الشانطي وتمك راكينا واحد تطلعو الى رجليكم كتطلعو تمك وكتلقاو البرج ديال غالطة ولكن احنا معا نطلعوش من تمك غادي ناخدكم المترو القديم اللي كتلكم اغلبية السياح اللي كيجيو هنا ما كيعرفوش فين كين وما كيبانش ليوم اطلاقا فاليوم شاء الله غادي نوره لكم فينجا كيم ما كتشوفو هدي هي الدخلة ديالو يعني كتقطعو غير الشانطي وكتلقاو فهو كيتعتبر من اقدم خط سكك حديدية حضاري تحت الارض في اسطنبول اللي هو تونيل اللي دخل في الخدمة في 17 يناير 1875 وكيتعتبر ثاني اقدم خط سكك حديدية حضاري تحت الارض في العالم بعد المترو لندن اللي تم البناء ديالو في 1863 وهو الاول في اوروبا القارية في المحطة ديالو مني كتدخلو كين هاد الجهاز صراحة انزوي لبوتو تشارجو البورتابل ديالكم كتريضو شوية كتديروا البسيكلات وكتدخلو بنسبة لتسعير الدخول فهي 7 ديال ليرات و 67 أي تقريبا 5 ديال برهم مغربية يعني نص اورو او لا نصف دولار ايها مغربية يعني نصف دولار وبعض المسافة مطوي لش بزاف مني كتدخلو اتحرك كي يدخلو كلا 5 ديال بقايق كي يجي يعني هو كينغير وحد عندو غير واحد توالاف واحد النفق يعني مكينش وقت بزاف تقريبا شي 3 ديال بقايق كيمشي وكيعود يرجع كتبين لكم دائما كتكون واحد ساعة اللي كتعطيكم واحد توقيت يعني ديالو امتا كي يجي وامتا كينطالق باش كتركبو كما كتشوفو هو رغي صغير ماشي كبير بزاف يعني ماشي كبير وهنايا كي ديري لكم المخطط ديالو كيفاش كيفاش مبني شوف الطريق ديالو راهية هديك لي لهيه تمك تحت الارض هو جاط تقريبا في الظهر جيل جيل الجيل لانه هديك طلع شوية كتكون صعيبة إذا طلعتو على الأرجل فهم الأحسن إلا بقت programme التقصيم أو الاستقلال في وكي اضعيك منato nur في استقلال كما كتشوفو هديك العدد ليك اللي كي يحسب هو الوقت ي Angelten و اخضر لهيه هذه المخطط ديالو شرع استقلال كامل وصولا الى التقصيم وكما قلت لكم هو ثاني أقدم واحد في العالم العمر دياله دبا حاليا 150 سنة 150 عام تبارك الله كما كتشوفوا المسافة جدا قصيرة يعني ما شي كبيرة وكيتخلص بإسطنبول كارت إن شاء الله قريبا وخانا شرحتها لكم مش حال من المرة كيفاش يمكن لكم تعمروها وفين كلكم تشريوها ولكن قريبا إن شاء الله نعود ندير فيديو شرح للناس اللي الله لتحقوا بالقناة ومازال ما عارفينش أولا جيين قريب إن شاء الله نوريكم حيث هذه الكارت ضرورية للتنقل يعني حيث تقريبا كتمشي بها في جميع وسائل النقل من غير التاكسي والضلمش هذا هو الباب من الجهة ديال شارع استقلال كما كتشوفوا بالنسبة للتوقيت رهم ديرينه الفوق من السبعة ديال الصباح كيبدأ حتى العشراء وخمسة واربعين دقيقة ليلا وهذه في الأيام يعني ديال الأسبوع وفي البازار يعني يوم الأحد كيخدم من السبعة ونص حتى العشراء وخمسة واربعين دقيقة ليلا كما كتشوفوا هذا هو استقلال بالنسبة للناس أغلبي يما كيمشوشي هبطو في لحقاش كتشوفوا الهبطة الذين الدرديبة كتكون سهلة يعني تطلع اللي تكون يصعيبة اللي أحسن أنكم تطلعوا فيه مثلا كنتو في معينين يونو ولكتوفش بلاسة من التحت بغيتو تجيو للتقسيم أو لا استقلال تلعوا فيه من الاحسن كيسهل عليكم العملية سوف نتجربه سوف نتجربه سوف نتجربه سوف نقفه نقفه على المتحف تسريعه فهم يأتي مولوي حان يتعتبر بيت صوفي هو اول منازل صوفي في اسطنبول تأسس من طرف اسكندر باشا في 1491 عصر بيازيت الثاني هو مدحف يدخلوا لي باش نوريكم الاسعار ديالو اللي بغتوا تدخلو تمشي وتزورو وصراحة نزوين بزاف وما معروفش يعني هو كما كان قوليكم جف من تقلي بينو الناس كيمشي وتمك بزاف ولكن ماشي بزاف اللي عارفين شنو هادل شنو هادل شنو هادل المتحاف ولاش لاش كي اصلاح بالنسبة للسعر الدخول ديالو هو الى كانت عندكم ميزي كارت Ronayze هذه خاصة للناس اللي عايشين هنا في توركيا فهي بستين ليرة وأما بالنسبة للناس العاديين باش تدخلوا باربعين ليرة كما كتشوفو aspect 22 درهاب مغربيه شجور ديال دولار اول�as تقريبا ولكن عندك هادالك كارت ديال المتحفي ممكن لك بدخلو ليه بالمجان محتوره بمحسوب مع فهو كان في حل المنزل أو النزل ديال الدراويش اللي كانوا يعني دوك الفئة دوك الناس اللي كانوا متدينين وكان ايضا ديرينو حتى كمنزل العجزة الناس اللي مسموح فيهم يعني متروكين وكان هنا واحد في حل الروضة مقبرة متفنين فيها كما كتشفو بعض الناس اللي مهتم يعني باش يقدر يدخل داخل باش يكتشف اكثر صراحة حسن انا عمرني مدخلت لها باش نكون معكم مهضحة صفي هنا يا غادي نزلوا مع غالطة باش نمشيوا لها نوريكم غالطة في الطريقة را تلقوا بزاف ديال محلات اللي كي بيعوا اشياء زوينة هكا سياحية كيني محلات اللي كي غالي وكيني اللي رخاص يعني دوروا وشوفوا ما تسرعوش اولا نزلوا احسن للسوق المصري وتقدو من تماك اولا في السوق ديال محمود باشا انا قدرت لكم فيديو كيفاش مشيوا ليه من هنايا وكيفاش تقدو منو اللي ما شافوش غادي نتخليه ليكم غايت طلع ليكم من فوق دخلوا وشوفوه صراحة الهبطة كتعجبني بزاف كما المحلات كما كتلكم مفرقة وفيها بزاف ديال حاجات كينين محلات في اول شارع ديال داك الالات الموسيقية ومن بعد اني كتنزو كينين مقاهي كينين مطاعم وكينين بزاف ديال محلات اللي كتلكم مخصصين فقط بذك شي تذكاري كين حتى اللي كيبيعو ذك شي الخاص بالحمام في حلقة كفوتات صابون كل ما كيتعلق بالحمام التركي ديالهم محلات ايضا ديال الاكسسوارات كين ما كتشوفو فكين ما ان شاء الله بزاف ديال الحاجات وانتو ما نازلين يعني بحكم ان اغلبية سياح كي ياخدو هنال الفنادق في تقسيم او الاستقلال او لف سلطان احمد فوقريب لكم هاد المكان كين هتا ديال المحل خاص بالحلويات كين ما كتشوفو ديال شي عندهم اغزال اما العواصر ما نتكلموش اللي هو مد صفكة ممكن كيبيعو فيهم عواصر اللي كي يطحنو مقدامكم يعني فريش والاسعار راو مكتوبين واضحين يعني ما مع انتشي واحد ما يضحك عليكم ولا شي حاجة طب في كتدرو على اليمين ديالكم برج غالطارة تبارك الله باين كبير كيمكن لكم تطلعو فيه تلفو قد نوريكم الاسعار دياله الحالية فكيم ما كتشوفو البرج كي تكون من تسعود ديال توابق جوش ديال توابق الاولين يمكن لكم تطلعو بها على الاقدام ولكن سبعات توابق الاخرى فكتطلعو بواسط مسعد تهربائي كيم ما كتشوفو راحدا كين مطعم ديال السولت بي يعني مطعم نوسرات ديال البرجر وكين هدا هو المقهى الشاهير اللي كي دير فيه هداك التشيز كيك اللي كتكوم سان سيباستيا وبنسبة التذاكر فهما كيني هنا فهد الكوشك اللي ديرينو على شكل مترو او لاتراموهاي كيم ما كتشوفو تم ماك كتتاخدو تيكي كيم ما كتشوفو كيكون واحد صف طويل عريض لذلك كنصحكم انكم تبشيو في الصباح بكري باش يمكن لكم تشدو الصف وهد شي انا كنهضر معاكم وهد شي في الصباح يعني هد شي في جوايه العشرة ديال الصباح فكانت دنيا عامره بالنسبة الكارت للمتاحف كيم ما كتشوفو كينجوش ديالانواع واحد بـ 800 ليرا واحد بـ 550 اللي بـ 550 ليرا هي 350 مغربية تقريبا 33 أورو عندك فقط لمدة 5 أيام وفقط 13 المتحف اللي يمكن لكم نزورو وفيها ازياد من 300 متحف وكتبقى هادي هي اقل الاقتصادية وكتهنيكم من هادي الصف بشري والتذاكر بالنسبة التذاكر كيم ما كتشوفو عندكم مية وسبعين ليرا إلا بغيتو تاخدوه بالجيد يعني كي يعطوك واحد الكاسك ديال الاوديو كتسمع يعني الترجمة مما إلى ذلك مية وسبعين ليرا هي تقريبا شي مية وعشر ديال الدرهم شي عشر ديال الاورو بغيتو فقط تذكيره عادية فهي كتبقى بمية وثلاثين ليرا حيث هذو كل الاوديو عندك بـ 40 ليرا مية وثلاثين ليرا هي ثمانية ديال الاورو تقريبا ثمانية درهم مغربية باش كتاخدوه بيه وكتسنو حد صف طويل عريض باش يمكن لكم طلعو البرج غالاتا فالبرج كيف كتلكم مكون من سعود ديال التوابق يعني يجوش فقط التوابق الاولى يمكن لكم طلعو بها على السلاليم ومبعد سبعة التوابق المتبقية كتلعو بها بواسطة مساعد كهربائي في الاعلى ديال البرج كين مطعم وكين مقهى كيمكن لكم ديالسوفيه وكتطلوا على اطلالة منجوش لكم اطلالة زوينة بزاف من فوق على المضيق ديال بوسفور ومدينة ديال اسطنبول تبارك الله كيبهر الزائرين لكشي لاش الناس كيطلعو انا مخوش في الوقت انني نطلع عليه بحكم ان كان واحد صف طويل 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 بزاف ما طلعتش تبارك الله البرج بخل في قائمة ترات العالمي في 2013 لانه تبارك الله واحد الفني عماري اللي قديم واحد من المعالم المهمة باسطنبول اللي خاص طروري يزورها السائح في المدينة العريقة لذلك تصيروا لها غير نصيحتي انكم تمشيوا في صباح الباكر برج غالطة تبنى في 1348 وكان تعرض الاضرار نتيجة الواحد الحارق كبير وكان عودو سلحوه في 1590 في العهد السليمان القانوني ومن بعد تتخدم البرج ديالغالطة كالسيجن للمحكومين حتى البداية القرن السادس عشر اللي كانت تخصص كمرصد فلكي حي تقام العالم الفلك تقي الدين أفندي معروف بتشيد واحد المرصد على قمة البرج في العهد ديال السلطان مراد الثالث ومن بعد عو ثانية تحول السجن مرة أخرى فماكيش لي كي يجي لغالطة وماكي يمشيش للمقهى الشهير اللي قدامه فييانا كافيسي هاد المقهى معروف بزاف بها تشيز كيك عندو مزاف ديال الحلويات فقلت عليش اللات انا نجرب باش نقول لكم الرأي ديالي ونعطيكم أيضا كما كتعرفوا الأتمينة ديال كل حاجة فالقلسة يعيما كتتغلسوا الداخل الأولى على بره وانتوا ما كتطلوا على البرج ديالغالطة وهنا من كتتغلوا التشيز كيك ديالكم فهما تغطو لكم فالشوكولة ايما شوكولة بيضاء او سوداء او هذيك اللون الوردي فالأسعار كما كتشوفوا بالنسبة للشيز كيك فهي واحد وستين ليرا يعني فارغة ولبطوها بشوكولة بخمسة وستين ليرا فاصلة خمسين ثمن شوية جاني مبالغ فيه يعنو كين بلاي صخرى أرخص ولكن حيث هما مشهورين صراحة الطعم عندو مزوين ولكن زيدة في الثمن يعني خمسة وستين ليرا ونصف تقريباً ربعة ديال الأورو تقريباً خمسة واربعين درهم مغربية فقط تشيز كيك اما بالنسبة للترواصون خاوية مفعل شوكولة تلتاشي حاجة فكتدير خمسة واربعين ليرا يعني تتين درهم تقريباً ثلاثة ديال الأورو فالأتمين مبالغ فيهم بنسبة للقهوة يعني على حسب تقريباً الموين ديال الارتا هي شي خمسة وعشرين درهم مغربية جوج ديال الأورو ونصف والقهوة ديالهم صراحةً ما شي شي حاجة معجباتني يعني وغلا من ستارباكس أنا كما فضل زعم ستارباكس أحسن مننا وارخص مننا بالنسبة للسان سيباستيان هذا التشيز كيك فهو زوين رائع ما شي شي حاجة اللي واو يعني باش نكونوا مفاهمين بزاف يعني المقاهي اللي معروفة غير هو فحلا الناس يعني شهراتوا بزاف ولا كتلقاوا بعد المرات عندوا واحد الإزدحام كبير حتى هو باش غير تغلطوا في المقهى كيكون بزاف ديال الصف اللي خاسكم تسناو فلا بوتو تجربوا سان سيباستيان فانا كان قول لكم مزيانة زوينة بنينا يعني زوينة وهنا عودنا طلعنا هذيك طلع على رجلينا اللي من هنا يفاش نزلنا في هذيك الميترو اللي صورت لكم قبل القديم هذا هو الشريع ديال الاستقلال اللي حتى هو ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نوعدكم باش نديلكم تغطية لي باش عارفوا جميع المتاحف اللي كانين فيه كان فيه بزاف ديال المتاحف اللي الناس ما عارفينهاش وان شاء الله تمشيوا لها بالأتمينة ديالها غادي نقولها لكم ابتداء من هاد الترامواي اللي شهير كان هنا يحتهوا الاسعار ديالوها هما كان هنا يلا بوتو تركبوا ليها را تركبوا فيه بإستنبول كارت أيضا باقي التفاصيل ان شاء الله غتشوفوها في الفيديو الجاي كنشكركم بزاف على المشاهدة على الدعم ديالكم وكنقول لكم الى فيديو الجاي ان شاء الله سلام عليكم